السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورسنا الازات 500. الفيديو اللي فات اشتغلنا مع بعض على البوليسي الخاصة بالمارتفاكتور اوتينتيكيشن دخلنا عملناها بادينا وقدرت اني اجبر اليوزر ان هو تطبق عليه البوليسي ديت. وقلنا ان اليوزر لو في حالة مثلا انه مش ندخل البيانات بتاعته او الخاصة بي مش مكتملة. اللي هي اما يحط الرقم التليفون او يختار الوسيلة التانية من التحقق اللي هي فالبوليسي مش تطبق عليه. اه لكن خلونا نشوف ايه فايدة اني اعمل البوليسي طالما انه اليوزر مش تطبق عليه. يعني هتخيل اني عندي مجموعة من الوزرات. في مسلا بعض منهم هو مش حاطط المعلومات الخاصة به رقم تليفون او مش نختار الوسيلة التانية من التحقق اللي هي الماكروسوفت اللي اسمه. يبقى البوليسي مش تطبق عليه صح كده? في الحقيقة هو صح ومش صح. خلينا نروح مع بعض نشوف تأثير البوليسي بيتم ونفهم احنا عملنا ايه الدور لفت. احنا طبعنا الريستريشن بوليسي الخاصة بالمالتي فاكتور اوثنتيكيشن. تمام. وقلنا ان هي اه بوليسي او سياسة بتجبر المستخدمين ان هي اه تدخل اكتر من وسيل التحقق يعني مش بيكتفي باليوزر ديمو الباصورد. تمام كده. ومجرد ما قمت انا كسكيروتي انجينير بتفعيل البوليسي ديت فهيبدأ يحصل الاتي. ارجو من الجميع التركيز لاني الحتة ديت بيخطأ فيها كتير من الناس وبيختلط على الامر وبييجي فيها اسئلة من الابتحال. انا عندي اليوزر ده اما انه هو نورمال يوزر صح كده? او واخد رول من نوع ادمن. فبالتالي هنا هو عنده صلاحيات. فعلشان امنه انا بطبق عليه المالتي فاكتور اوثنتيكيشن. وبرضو اليوزر هنا حوى ان كان ملوش صلاحيات انا برضو طبقت عليه المالتي فاكتور اوثنتيكيشن طيب. تأثير المالتي فاكتور اوثنتيكيشن بالنسبة لليوزر هو نفس التأثير بالنسبة للأدمن سيتريتور? قال لي لا. انت علشان تفهم التأثير وتفرق بينه وبين اليوزر العادي فارجوك تركز معي الادعاية اللي جاية تجيت. حضرتك لو يوزر عادي. ماكروسوفت هتخليك اربعتاشر يوم. كل ما تيجي تعمل لوجين تقول لك في حاجة غرض لو سمحت في حضرتك لازم تعبيها. اللي هي سيكوريتي انفورميشن اللي احنا تناولناها في الفيديو ما قبل السابقة. اللي هي اما رقم تليفون حضرتك او تختار الابليكيشن ماكروسوفت اوفنتيكيتور. خلاص كده? لو حضرتك يوزر عادي. اما لو حضرتك بقى ادمستريتور ماكروسوفت مش هتمهلك اللي ربعتاشر يوم. لا. من اول عملية تسجيل دخول بعد ما السيكوريتي انجينير او البرتل ادمستريتور. تطبق على حضرتك البوليسي ديت. او تطبق على البرتل فعل الارجستريشن مالتي فاكتور اثنتيكيشن بوليسي. لو حضرتك واخد رول من التسعة رول اللي انا هقول هم لك دول. نركز. لو حضرتك واخد رول من التسعة رول دول. هم ركز معايا. وهقول لك ليه? اول الرول لو حضرتك global admin. ولو حضرتك sharepoint admin. لو حضرتك exchange. ادمي. او. 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 كونهلياني. عكسيز. ادمي. او كوندشينا. الست. ادمي. او. سكورتي. ادمي. او. الجلال. او. هيلدني. او. هيلدسك. ادمي. او. أو بيلينج أدمن أو يوزر دعونا نكتب في الحتة أو يوزر أدمن أو أوثنتيكيتور أوثنتيكيشن أدمن دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تاني أي يوزر عندك واخد رول من التسعة رول دول وحضرتك دخلت طبقت المالتيفاكتور اوثنتيكيشن بوليسي وعملتلها إنيبل أو عملتلها هيجي يدخل ماكروسوفت هتقول وقف عندك في حاجة غلط رحوا الأول عديلي في السيكيوريتي انفورميشن الخاصة بيك علشان عديك فأنت هنا أجبرته إنه يروح يكتب رقم تليفونه ويختار وصيلة التحقق المناسبة ليه وبعد كده يجي يدخل خلاص أما بخلاف الرولات التسعة دول فماكروسوفت هتقوله طلع له كده علامة استفهام أو علامة تعجب أو التحذير ولكن هتعديه وتقوله إيه تقوله لو سمحت انت عندك نقص في المعلومات أو السيكيوريتي انفورميشن الخاصة بيك ادخل عديلها ومش شرط النهاردة أنا هسيبك 14 يوم اسبوعين تمام كده في خلال الاسبوعين دول انت يعني تدخل النهاردة تدخل بعد يوم بعد اسبوع بعد عشر تيام ما عنديش مشكلة تدخل تعدلي السيكيوريتي انفورميشن الخاصة بيك تحطيلي رقم تليفون أو تحطيلي بيانات الاثنتيكيتور الابليكيشن بتاعك خلاص كده طب لو عدلها 14 يوم مش هتدخل وانت معدلتش ياعي مش هتدخل فالسؤال بقى اللي بيجي في الامتحان والناس بتقولي الامتحان مضلل وصعب وا 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 يجي يقولك والله في كيس ستادي تمام يقولك الادمستريتور او السيكيوريتي ادمستريتور عمل بوليسي فيما يتعلق بالم اف اي وعمل لها انفورست ولكن اكتشفنا ان اليوزر لما جاه يدخل اليوزر ادمستريتور خلي بالك السؤال بيبقى كده ويوزر واخد رول او اسمه يوزر كده ومسند اليه رول ادمستريتور ولما يجي يدخل ما حدش طالبه باي حاجة ودخل عادي جدا من غير ما يطبع عليه الام اف اي فالخلل ده منين وتبدأ تديك يعني افتيارات كده فحضرتك بكل بساطة هتشوف هل الرولي ادمستريتور واحد من التسعة والله في حالة انه هو واحد من التسعة يبقى غصب عنه لازم يعدلها وقت طب لو هو مش واحد من التسعة لانه خلي بالك فيه برضو رولات ادمستريتور مش من دول تعال كده فهتلاقي هيدخل عادي جدا هيتعامل كأنه يوزر عادي ويسمح له بانه يدخل اه في خلال الاربعتاشر يوم يعدل البيانات الخاصة بالانفورميشن سيكيروتي بتاعته تعالوا بقى نشوفها عملي تعالوا نشوفها ايه عملي احنا طبقناها مع بعض الفيديو اللي فات فبالتالي مع اول عملية اهو هنروح نقول له لو سمحت عاوزين ندخل البورتل بتاعتنا كده لو سمحت هايقول لي اهلا وسهلا بيك اتفضل ادخل حط لي اليوزرني والباسورد خلاص هلي لا لو سمحت لو سمحت في بعض المعلومات نقصة مطلوبة منك تعدلها وهنا قال لي ايه انت هنا ممكن تقول له سكب تجاوز فورناو و بينقصين اربعتاشر دي يعني يعني مع الديني دلوقتي وبعد كده ايه خلاص بقى ربنا يحلها بعد اربعتاشر يوم او او بكرة انا مستعجل دلوقتي بكرة هبقى ادخل عملها ليه الاكاونت ده على فكرة هو بس مش واحد من التسعة دولة وصلت المعلومة فهيتعمل معاملة اليوزر العادي خلاص كده فهمي تمام فلو قلت له سكيب هيعديني ما عندش مشكلة عداني هو ده حتى ما طلبش مني بسورت لان انا عامل تراست في ده الدنيا جميلة ما عندش همش كده طيب ادي كده جاوبنا على سؤال اللي هو ايه تأثير البوليسي بعد تطبيقها مباشرة خلاص واكتشفنا انه انا ممكن اتجاوزها في حالة ان انا اه يعني مش اه مش واحد من التسعة دول وعلشان برضو حضرتك تتأكد اه خلينا نروح نشوف اليوزر اللي احنا عدينا بيه على البورتل ده واخد اه واخد ايه شايف قال لي الرول بتاعك اكاونت ادمين طب الاكاونت ادمين في دول لا هو ادمستريتور بس مش في دول خلاص كده يا شباب وصلت طيب ادي اول سؤال جاوبنا عليه تأثير البوليسي اللي بنطبقها وبنعملها بتعمل ايه في اليوزر العادي وبتعمل ايه في الادمستريتور او ناين رول الخاصة باللي احنا ذكرنا هم مع بعض سؤال التاني بقى وسؤال الاهم ونخلي بالنا يا شباب الفيديو ده كاملا مش في المنهج رياح راسك يعني وانت بتتبع معي كده لو انت بتتبع من كتاب او من خاصة بمجرسات مش هتلقى هتلقى بس في حاجة تاني طيب خلينا نروح نجاوب على سؤال تاني سؤال هو ايه هل لو انا شغال في او كيان كده الادارة القائمة على الكيان ده ما معهاش فلوس انها تشتري من نوع بي وان او بي تو فبالتالي الفيتشر الخاصة بالسيكوريتي اللي احنا تكلمنا عليها في الجزء النظري انا مش هقدر اتمكن منها زي الكنديشن اكسس وزي المالتيفكتور اوثنتيكيشن انفورس البوليسي اللي احنا عملناها الفيديو اللي فات اعتقد مش هتتمكن منها لان انا نسخة بتاعت فري هل ماكروسوفت سباني كده يعني علشان انا مدفعتش فلوس هل ان انا خلاص كده فاحب اطمنك انه لا ماكروسوفت لو انت الاصدار بتاعك فري ميدياك حاجة اسمها الديفولت سيكيرتي ايه الديفولت سيكيرتي قال لي انه ديت الحد الادنى من الامان او من متطلبات الامان اللي ماكروسوفت شايفة ان حضرتك في اي كيان لازم تطبقها سواء نسختك مدفوعة سواء نسختك مجانية انا حطت لك كده متطلبات الامان وجمعتها لك كده مع بعض وحطتها لك في اوبشن كده حضرتك هتدخل تفعله طب بيعمل ايه الديفولت سيكيرتي ده بيطبق الام اف اي بالضبط وبيعمل لها انفوس يبقى كده سواء نسختك بي وان او بي تو المدفوع يعني او اوفيس تلتمية خمسة وستين او فري اديشن حضرتك ما تقلقش انت مش مطالب انت تروح تشتري حاجة علشان تاخد الديفولت سيكيرتي طيب جميل جدا منين بقى اطبق الديفولت سيكيرتي منين علشان انا يعني شغل في شركة ما معهاش فلوس او انا بورتال ادمستريتور وماسك في الشركة برضو مهام السيكيرتي عبال مربي لا يكرمهم ويجيبوا سيكيرتي انجينير طيب بص يا سيبي هنروح البورتال مع بعض وحضرتك هتتوجه لالاكتداتريكتي الخاص بك بعد كده من خداية استعراض الخاصة بالاكتدريكتي بتاعك هتلاقي خيار اسمه اه انا اعتقد خلاني انا استعراض كده مع بعض اه المانيج سكيرتي ديفولت مانيج سكيرتي ديفولت حضرتك هتشوز لي وهتانيبل السيكيرتي ديفولت خلاص كده بمجرد ما حضرتك هتعمل ياس اللي هي الحد الادنى من متطلبات الامانة شايفاها واللي من خلالها حضرتك هتقدر زي الاسدارات المدفوعة اتمنى بقى اتمنى ان الناس بعد ما تشوفوا الفيديو ده تدخل تطبقها وتقول لي ايه اللي حصل بس هطلب منكم بعد اذنكم هطلب من اللي هيدخل يطبق تمام ودي امنية والله دي امنية هطلب من اي حد هيساعدني يفتح ايه امنية دات ويدخل يشتغل بايده ويطبقها يطبقها على يوزر من التسعة دول يعني بعد كده تدخل تعمل وتقول لي ايه اللي حصل معك طبعا انا عارف انها يحصل بس حضرتك هتتفاجئ لان السيشن هتتقفل عليك وقت بمجرد ما تقول له ياس وبمجرد ما ياخد الافكت الخاصة بالم في الديفولت سيكوريتي هيسيبك تقريبا خمس ثواني عشر ثواني كده وهيروح السيشن مقفولة عليك ليه؟ لان حضرتك واحد من التسعة دول فبالتالي لا اتطبقت عليك بوليسي سماعت عندي على خاصة بأجر يا حبيبي انت مطلوب منك وقت خلاص شباب برضو بتمنى ان الناس اللي شغال وراي انا طبعا فيه ناس بتقول لي احنا شغالين وراك عملي بتقول انا يعني ما عرفش فانت فعليا لو شغال وراي عملي اتمنى عليك امنيتي ليك ان حضرتك تقول لي انا طبقتها وحصل واحد اثنين ثلاثة اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي اسف لو كان الفيديو ده طويل شوية ولكن مهم جدا وبعتزر لانه خارج المنهج ولكن برضو هو من الاهمية بمكان اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة